موسى بن جعفر ثبتوها بالمعاجز كما تحدثنا في حلقة سابقة كيف تعرف الشيعة على الإمام الموسى الكاظم قال بالمعاجز والنصوص اللي مفتعلة اللي سوها بعدين ما كان أحد يشام ريحتها قبل وقام يجبون رواياته أشر وأومأ وقال كذا وقال كذا من كان طفل صغير ومن ولد هو ساجد ورافع رأسه للسماء سووا قصص اسطورية على الإمام الكاظم فما يقدرون يثبتون إمام الكاظم بهذه الأشياء وهو عنده مواقف سلبي منسحب من القيادة منسحب وهم يقولون شفتوا المشايخ الطاعف يقولون الإمام لم يدعوا إلى نفسه وكان متكتم وما كان يقبل أحد يروحه جيما وما كان يقوده الشيعة وما كان يقبل يقول أنا إمام فشلون أنت ركبتوا عليه هو إمام وهو قائد الشيعة هو مع أي من قبل الله هو كذا هو كذا هو كذا كله فركيب وبعدين يجيبوا لك أحاديث يجيبوا لك معاجز ولكن هذه الحكايات الأسطورية اللي يجيبوها كانت تواجه برفض شديد من الكاظم نفسه الذي لم يكن يدعي ألم من غيب ولا اتيانا بمعجزة وعندما أخبره يحيى بن عبد الله بن الحسين أن بعض الغلات يدعي ألمه بالغيب يقول الكاظم يعني ألم علم الغيب أنكر ذلك وقال سبحان الله ضعي ذك على رأسي فوالله ما بقيت في جسدي شعره ولا في رأسي إلا قامت من رعبة من هذه الدعوة الفضيعة المغالية هذا رجال الكشي في كتاب الكشي في رجالي سبحان 192 وطبعا أنتوا شفتوا قرأينا أيضا أمس حديث الإمام الكاظم لي أنه ما عنده ثقة بالناس 99% شاطب عليهم من الشيعة يبدأون الشيعة شيعة فضائيين يعني كانوا مو شيعة حقيقيين ناس انتهازيين ومصلحيين وغلات ومنحرفين ومبدعين يلتفون عن شيعة الموسى الكاظم أو شيعة أهل البيت والإمام يكذبهم شوفوا هذا الحديث لنقله الكافي وأعرب الكاظم عن استيائه من حركة التزوير التي يقوم بها أو كان يقوم بها بعض الغلات المندسين في أنصاره فقال لو ميزت شيعتي ذول الشيعة التي يدعون لن أجدهم إلا واضعة يعني يضعون الحديث وضعا يكذبون عليه ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين كذبين جايين بس يحاولون استفيدون يعني ولو محصتهم لما خلص من الألف واحد من الألف واحد مو من المية مو تسعة وتسعين تسعة مية وتسعين واحد ما يعتقد بهم الآن لو أجب مسل كاظم وشاف جماعة الآن الشيعة اللي يدعون الشيعة يجبون يطلعون فضائيين ويجبون يطلعون وهميين ويجبون يطلعون ناس مصلحين وانتهازين ويتاجرون بشعارات أهل البيت من فوق وانتوا نازم حتى المراجع حتى العلماء يعني مصدق يعني مو كلهم أنا ما أتكلم على كلهم ممكن فيه ناس صادقين بس كثير من الناس هو ليستفيد باسم الأهل البيت يقول لك شنو الدفاع عن أهل البيت الدفاع عن أئمة أهل البيت هو قاعد يتاجر تاجر بهذا المذهب فإذن الإمام الكاظم ما كان دعي حسب تاريخ الشيعة وأئمة الشيعة وكبار الشيعة الثنى عشرية بالذات أن الإمام الكاظم لا كان يدعي ولا يسعى الإمامة وكان يرفضها ومن تجي واحد يقول له يقعد مكانك وأسكت وهم ما يؤكد عدم تبني الكاظم لنظرية الإمام بعدين الإمام إلهية هو الإمام العادية ما كان نصدي لها فكيف يتجعي أنه إمام من الله تعالى ومما يؤكد عدم تبني الكاظم لنظرية الإمامة الإلهية انتماء معظم أبنائه للخط الزيدي معظم أبناء صاروا زيدية وراحوا بالحركات الزيدية وصاروا ولات على اليمن في ثورة ابن طباطبة وأبو سرايا في الكوفة 199 دخلوا بالثورة وهم كانوا قادتها وراح عينوا ولاتهم وصووا دولة باليمن بذلك الأيام إضافة إلى أخيه محمد بن جعفر الصادق المعروف بالديباج يسمونه محمد الديباج هذا أيضا ما كان يعتقد بالإمامة ما كان يعتقد بالإمامة الإلهية هو يصدق شاف الفرصة صانحة له عندما اقتتل الأمير المؤمون هو أعلن ثورة في الحجاز وقال أنا أمير المؤمنين إحنا أولى من المؤمون فجعل الإمامة جعل هؤلاء الذي خرج عفوا هذا الجعفر محمد بن جعفر الصادق المعروف بالديباج خرج في مكة سنة 199 نفس فترة ثورة أبو سرايا وابن طباطبة في الكوفة وتلقب بأمير المؤمنين يقول النوبختي أن شيعة الصادق تفرق إلى ست فرق وقالت الفرقة الرابعة منهم أن الإمام بعد جعفر ابنه محمد فجعل هؤلاء الإمامة في محمد وولده من بعده وهذه الفرقة تسمى السمطية أو الشمطية نسبة إلى رئيس لهم يقال له يحيى بن أبي السميط كما يقول النوبختي في فرقة الشيعة صفحة 77 فأبناء الإمام الصادق لم يكن يعرفون هذه النظرية في حياة الصادق هو لم يكن يدعيها فهذه النظرية من ألفها من أسواها كيف مشوها وعبروها وجعبوها إلى اليوم وصارت كأنها من الثوابت لا يصير تناقش فيها سيد محمد سعيد الحكيم مرجع حالي في النجف يقول هذه الثوابت ممنوع واحد يناقش بها أنت اشتهد ما تريد اروح اشتهد بي بس لا تقرب ثوابت الثوابت هذه طيب ممن نسواها ثوابت هل قرأنا تاريخ أهل البيت وشفنا أدهم كانت الثوابت هذه واضحات وبدهيات وضروريات وأشياء صريحة أم أشياء كان بعض الناس يتهمسون بها سرا ويقلفوها ويقصص خرافية وإسطورية ويغالون بأهل البيت إليش إحنا ما ناخد تاريخ أهل البيت الظاهري وناخد تاريخهم الباطني السري المقلوب بالعكس يعني ويعتبر هذه ثوابت وذاقي التاريخ مو ثوابت كذب ذاكي مع الأسف لأنه في حوزاتنا ما يدرسون تاريخ أهل البيت لو درسوا تاريخ أهل البيت من خلال الكليني من خلال الصدوق من خلال النعماني من خلال نوبختي فرق الشيعة لكان أتعرفوا على مذهب أهل البيت الصحيح شنو هو طيب الآن إحنا شنو جاي نبحث الموضوع